السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة التويت اكاديمي في المحاضرة السادة من نظام المغزون. في المحاضرات اللي فاتت اه خلصنا الجزء الخاص بالتهيئة والمدخلات وجزء من العمليات. في محاضرة النهاردة هنبدأ مع بعض اه او هنكمل مع بعض بمعنى دق باقي عمليات المغزون اه بدءا بشاشة التحويل المغزاني. طبعا شاشة التحويل المغزاني بنستخدمها علشان نعمل تحويلات من مغزان معين الى مغزان معين والاصناف معينة. اه الشاشة ممكن نستخدمها بطريقة من اتنين. الطريقة الاولى ان انا اعمل التحويل من خلال استخدام الحقول اللي في الشاشة نفسها. والطريقة التانية ان انا اعمل التحويل اواضي في بيانات للشاشة عن طريق شيت اكسل. في كلتا الحالتين او في الحالتين لازم الاول نضغط اضافة. لو هستخدم او هستورد البيانات بتاعتي اللي هضيفها من شيت اكسل فبضغط على علامة الاكسل هنا وايكونات الاكسل ديت. هنا بيدينا رسالة توضيحية علشان يفهمنا ازاي يكون شكل شيت الاكسل بتاعنا اللي احنا هنحط فيه البيانات اللي هنستوردها. بعد كده بيفتح لي نافذها على الكمبيوتر بتاعنا زي ما احنا شايفين عشان اقدر اعمل استيراد لملف الاكسل باختار ملف الاكسل بتاعي وبعدين بضغط اوبن فبتنزل البيانات بتاعتنا في الشاشة هنا. طيب في حال ان انا هستخدم الشاشة مباشرة او بيانات الشاشة مباشرة. عزران. بضغط اضافة. هنلاقي عندنا رقم التحويل نزل والتاريخ. آآ الفرع بينزل بناء على الفرع اللي احنا عملنا بيدخول آآ للنظام من الاول. آآ ممكن هنا احول من فرع الى فرع. فبختار الفرع اللي هيحول آآ والفرع اللي هيتحول له بالضغط على السهم هنا وبختار الفروع من القايمة المنسدلة. بعد كده بختار نوع التحويل في حالة ان انا اضفت انواع للتحويلات المخزنية في شاشة انواع التحويلات. ممكن اعمل تحويل من مخزن لمخزن. ففي حالة ان انا بحول من مخزن لمخزن لكن خاصين بنفس الفرع فانا هنا اخترت من الفرع واحد الى الفرع واحد. لكن هحول من المخزن رقم آآ واحد الى المخزن رقم اتنين. اول ما اخترت المخزن آآ آآ رقم واحد ظهر لي فورا رقم الحساب اللي هيتأثر او هتنعكس عليه قيمة الاصناف المحولة آآ وظهر العملة اللي اللي بيتعامل بها هذا الحساب او اللي بيقيم بها هذا الحساب واسم الحساب اللي هو وسيط التحويلات المخزنية. بعد كده عندي حق لرقم المرجع في حالة ان انا عايز اضيف مرجع وآآ رقم مرجع معين لو عندي مسلا انا عملية تحويلات بتتم وراقيا فيه ليها مستند ورقي وسريل مسلا في بكتب السريل بتاعه هنا. بعد كده بكتب البيان لو عايز اعمل شرح لعملية التحويل اللي هو مسلا تحويل اصناف مطلوبة للمخزن اتنين. في حالة ان انا عايز اربط العملية بمركز تكلفة باختار مركز التكلفة من مراكز التكلفة اللي احنا ضفناها من شاشة مراكز التكلفة في نظام الحسابات من القيمة هنا. لو في عملية التحويل للمخزن ديت او نقل الاصناف هتم عن طريق سيارة فبيصوب خسائق ممكن نكتب اسم السائق هنا. كل ده انا بضيف البيانات الاساسية للشاشة وبعد كده بنزل في القيمة اللي تحت ديت عشان اضيف البيانات التفصيلية اللي هي الاصناف نفسها اللي هيتم تحويلها فبقى في كود الوحدة وبضغط اف تسعة علشان تظهر لي كل الاصناف الموجودة في السيستم وابدا اختار الاصناف اللي هيتم اه تحويلها. فمسلا احول اه من هذا الصنف. اول ما ادخلت تاب ظهر لي اه اه اسم الصنف و اه الوحدة وحدة القياز بتاعته عدد. فاجي هنا في الكمية وبحدد الكمية المحولة. اداني التكلفة للوحدة الواحدة بناء على التكلفة اللي دخلتها للصنف ده في شاشة بيانات الاصناف او من شاشة المخزون. وكمان اداني اجمالي التكلفة للمية وخمسين وحدة فتكلفة الواحدة الواحدة مية جنيه. والمية وخمسين وحدة تكلفتهم خمستاشر الف جنيه. ازا هيتم تحويل من مخزن واحد لمخزن اتنين لعدد مية وخمسين اميز تكلفتهم خمستاشر الف جنيه. بعد كده بضغط حفظ. في كده احنا عملنا عملية تحويل سليمة آآ وبطريقة سهلة جدا. في حالة انا عايزة استعرض القيد المالي اللي كونه بشكل آلي عن هذه العملية. فبضغط على ايكونة القيد المالي هنا. وزي ما احنا شايفين القيد هنا من آآ حساب المخزون إلى حساب آآ آآ الوسيط. هيأسف من حساب وسيط تحوليات المخزنية إلى حساب آآ المخزون. بقيمة. طيب. هنا عندنا تحليل مستندة فرعي بمعنى ان الحسابات اللي ظهر عندنا هنا اللي هي التحوي. الحساب الوسيط التحويلات المخزنية وحساب المخزون دي الحسابات الفرعية اللي تأثرت تأثير مباشر بقيمة التحويل او بقيمة المحولة في هذه العملية. لو عايزة اشوف كل الحسابات اللي تأثرت آآ بهذه العملية يعني الحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية وما الى ذلك. فبضغط على تحليل المستندات او تحليل آآ مستندات هنا فبيظهر لي كل الحسابات اللي تأثرت بآآ عملية التحويل دي. بداية من آآ التحويل المغزاني انتهاءا بالأصول. المغزون والمغزون السلعي والأصول المتدولة فالأصول كل دي حسابات تأثرت بهذه العملية. ممكن اعمل آآآ تحويل لآآآ اصناف من مستند معين. ازاي? بعمل الاضافة وبعد ما بضيف بيانات التحويل بتاعي. بقول هنا من مستند. احدد بس المغزان المحاول منه الاول زي ما السيست موجهنا. الى مغزان. وبعد كده بنضغط من مستند. في حالة انا هنا زي ما بنقول عايزين نحول من مستند معين. بفعل متغير من مستند ده. هنلاقي هنا عندنا بتفعيله. الحقول دي اتنشطت لو حق لنوع المستند وحق لرقم المستند. ده اقدر باللوقتي اختار اي مستند من التسعة مستندات دول او المستندات دي او العمليات دي احول آآ منها. ممكن نحول من طلب شراء من امر شراء من تحويل مخزاني من استلام مخزاني من صرف مخزاني من توريد مخزاني من عدود اسعار من طلبات عملة. كل دي آآ آآ عمليات او مستندات في النظام ممكن آآ اقوم بعملية التحويل منها. استخدم البينات اللي فيها عشان احول يعني. الاصناف اللي فيها من مخزن آآ الى مخزن تاني. فمسلا عندي آآ آآ طلب آآ مشتريات لصنف معين. الصنف ده موجود في مخزن رقم واحد. فهنا انا هدخل هنا ان انا بحول من طلب مشتري من طلب شراء. وبحدد رقم طلب الشراء هنا. اما اضغط اف تسعة وهيزهر لكل طلبات الشراء المسجلة في السيستم. واختار منها او ان انا ادخل رقم طلب الشراء على طول لو انا عارف. طيب في حالة ان انا ما فعلتش المتغير ده هنلاقي عندنا هنا النوع المستند غير مفاعل ومش هقدر استخدم الخانة بتاعت رقم المستند. بكده خلصنا آآ آآ الشرح آآ آآ مبسط آآ 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 لشاشة التحويل المخزني هنتقل آآ آآ لشاشة الاستلام المخزني. التحويل اللي حصل هيحصل عنه استلام. كمان التوريد بيحصل له استلام. فهنا آآ آآ نستخدم الشاشة طبعا بعد الضغط على آآ آآ اضافة هنلاقي الفرع المحول منه نازل اوتوماتيك بناء على الفرع اللي احنا آآ دخلنا به طبعا. آآ رقم الاستلام هو آآ رقم واحد وتاريخ الاستلام. هنا بحط رقم التحويل بان انا بضغط اف تسعة هيعرض لي كل البيانات التحويل او كل بيانات عمليات التحويل اللي حصلت. فظهر عندنا العملية اللي قمنا بيها دلوقتي. بنختارها. اول ما اخترت آآ آآ العملية اللي انا قمت بيها ظهر لي كل الداتا بتاعتها. ان هي بتتحول من مخزن واحد الى مخزن اتنين. آآ آآ والصنف المحول هو القميص عدد مية وخمسين قطعة. آآ تكلفة القطعة مية جنيبة اجمالي تكلفة خمستاشر الف جنيه. هنا لو عملت حفظ دلوقتي يبقى المخزن اتنين اقر باستلام هذه البضاعة. في حالة ان احنا مدخلين انواع للاستلامات بختار النوع من هنا وممكن ادخل طبعا رقم مرجع قوي او اولحق العملية بمركز تكلفة. ممكن احط بيانات السائق وفي خانة البيان اشرح آآ آآ اي شرح انا عايز اعمله. نعمل عملية حفظ. بكده المخزن اتنين استلم الكميات دي من المخزن واحد وباستعراض القيد المالي هنلاقي عندنا هنا العملية آآ آآ معكوسة المخزون جي مدين لان هنا المخزون عن المخزن آآ رقم اتنين زاد آآ بنسبة خمسلاشر الف جنيه فحصل له يعني توريد او زيادة او تحويل بخمسلاشر الف جنيه ووسيط التحويلات المخزنية قل بخمسلاشر الف جنيه فهنا كده اصبح آآ الحساب الوسيط اللي هو حساب وسيط التحويلات المخزنية قيمته صفر لان هو في العملية اللي فاتت اللي هي عملية التحويل من شاشة التحويل اللي فاتت كان آآ جي مدين بخمسلاشر الف وفي الشاشة دي جي داين بخمسلاشر الف فهنا بقى رصيده صفر وقام بمهمته ودي مهمة او وظيفة الحسابات الوسيطة ان هي بتلعب دور ووسيط في عملية معينة الى ان تتم هذه العملية بتصبح عرصتها. هننتقل بعد كده لشاشة الاصناف التلفة. طبعا شاشة الاصناف التلفة ديت بنضيف من خلالها الاصناف اللي حاصل فيها اه توالف او بنحدد الاصناف اللي حاصل فيها توالف. بنستخدم الشاشة بعد الضغط على اضافة. طبعا لازم ننبه هنا ان البيانات اللي هتوضف هذه الشاشة اللي هي شاشة بيانات الاصناف التلفة ملهاش اي تأثير مخزني او محاسبي. هي بيانات فقط آآ آآ رقابية آآ حصائية آآ علشان آآ تدينا آآ تقارير او نستصدر من من خلالها من خلال البيانات اللي هتوضف هنا تقارير عن اسباب التلف وكميات الاصناف التلفة وايه الاصناف التلفة وفي اي مخازن. فنقدر ناخد قرارات سليمة فاذا مثلا وجدنا ان آآ آآ الصنف اكس. آآ بيحصل فيه تلف كتير لما بتخزنه في المغزن رقم واحد. فهنبدأ ندور على سبب التلف آآ في المغزن رقم واحد. ممكن تكون رطوبة سوء اغزين او ما الى ذلك. وممكن آآ نستصدر قرار بنقل البضائع او الصنف اكس من مغزن واحد الى مغزن آآ آخر. علشان نحفظ آآ نحفظه من التلف ونقلل كميات والخسارة. هي دي او هو ده الدور الاساسي لهذه الشاشة ان هي تدينا آآ نظرة عامة علشان نقدر من خلالها هناخد تقارير. انما هي ملهاش. اي تأثير محاسبي او آآ مغزني. آآ يعني لا بكمية ولا بالقيمة. من خلال الشاشة بنضيف رقم الصنف. خانت رقم الصنف بنضغط اف تسع علشان نحدد الصنف اللي حاصل فيه آآ تلفيات. لما بنضغط هنلاقي اسم الصنف نزل آآ آآ اوتوماتيك. بعد كده بنحدد رقم المغزن اللي حاصل آآ في آآ اللي فيه تلفي في الصنف دو آآ آآ التاريخ اللي احنا بندخل فيه كمية التالف. آآ الوحدة طبعا بتاعة القياس لهذا الصنف نزلت اوتوماتيك. كمية التالفة بندخلها في خانة الكمية او في حقل الكمية. سبب التالف. سوء تخزين مثلا. عوزرون. سوء تخزين. لقلة عدد الرفوف بالمغزن. هنا آآ آآ بنحط رقم الموظف المسؤول عن آآ هذه البيانات وآآ اسم هذا الموظف. ثم بنعمل عملية حجز. بكده احنا لما نيجي نستعرض التقارير هيزهر لنا في تقارير الاصناف التالفة ان هذا الصنف آآ اللي هو الجوانتي في آآ خمستاشر قطعة كانوا تلفين في يوم تلاتة خمسة او تم آآ آآ ايجادهم تلفين في التاريخ ده في المغزن الرقم واحد والالتالف دوت نتيجة سوء التخزين علشان مفيش رفوف كفاية في المغزن. فهينا هنستصدر قرار او ممكن ناخد قرار آآ بان احنا نزود عدد الرفوف في المغزن او نعيد هيكلة وترتيب هذا المغزن علشان يستوعب كميات آآ اكبر وبطريقة اكتر آآ محافظة على آآ آآ جودة الاصناف اللي احنا بنشتغل فيها. لكن هنا الصنف آآ الخمستاشر كمية الخمستاشر جوانتي دول ما قالوش ولا زادوا في الكمية المغزنية وقيمتهم آآ ما تأثرتش محاسبيا باي شكل من العشكلة. هننتقل بعد كده لشاشة التسوية المغزنية. شاشة التسوية المغزنية هي ببساطة شديدة الشاشة اللي بنعمل من خلالها تعديل الكميات او التكاليف آآ على بعض الاصناف المغزنية سواء بان احنا بنزودها او بننقصها آآ فمسلا آآ ازا كان عندنا آآ آآ فوارق في الجرد فممكن نعمل لها معالجة آآ او اخطاء مسلا في الارسلطة الافتتاحية او ايا كان آآ نوع التعديل اللي احنا عايزين نجري او السبب اللي بنجري عشانه التعديل بنجري التعديل من خلال هذه الشاشة اللي هي شاشة التسويات المغزنية وبنعمل من خلالها التسوية بالقيمة والكمية. ازاي بنستخدم الشاشة بعد الضغط على اضافة? هنبدأ نشتغل على البيانات الاساسية الاول في الجزء الاعلى من الشاشة. عندنا تاريخ الوثيقة بننزل نوع التسوية. احنا عايزين نعمل هنا تعديل للكمية ولا تعديل للتكلفة. بنختار احنا عايزين نعدل ايه بالزبط? بعد كده آآ طريقة عرض البيانات يدوي ولا حسب الاختيارات? لو آآ آآ دخلنا يدوي يبقى هنا احنا هندخل ارقام الاصناف يدويا. لو قلنا حسب الاختيارات. هنلاقي هنا الايكونة دي تم تفعيلها. علشان آآ آآ تنزل لنا الأصناف اللي احنا آآ هنحددها في آآ مجال البحث هنا. بعد كده في رقم الحساب بندخل الحساب اللي هتتم عليه آآ آآ التسوية. فمسلا في حالة ازا كان آآ آآ عملية التسوية هتتم بزيادة آآ آآ كمية الاصناف هيكون هنا حساب المخزون حساب مدينة. فبالتالي هدخل هنا الحساب المقابل لحساب المخزون اللي هيكون حساب دائن. وفي حالة انا هنقص الكميات يبقى هنا حساب المخزون هيكون حساب دائن. فهدخل هنا الحساب اللي هيكون حساب مدينة. فرقم الحساب بدخل الحساب المقابل لحساب آآ آآ المخزون. ولما بدخل رقم الحساب هنا بينزل لي آآ آآ اسم الحساب والعملة آآ بتاعته. بعد كده لو عايز اربط العملية على مركز تكلفة بعد اربطها على مركز تكلفة من الحقل ده. آآ آآ في البيان آآ بضيف آآ اي شرح انا عايز اضيفه عن هذه العملية او التسوية دي. لو اخترت هنا آآ آآ طريقة عرض البيانات. حسب الاختيارات. اذا انا هقدر استخدم الجزء الخاص بمجال البحث على الشمال هنا. ان انا اضيف آآ آآ اصناف معينة. بان انا بضغط اف تسعة في خانة من الصنف. علشان تظهر لي نفذة آآ آآ النفذة المبقى في القضايا. بيبقى فيها كل الاصناف الموجودة في النظام. فهختار مسلا اي صنف. وبعد كده في خانة الى. اختار آآ 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 اصناف تانية. او صنف تاني او نفس الصنف. انا كانت الطريقة او الاصناف اللي انا عايز اعمال لها التسوية. بعد كده بختار من مغزن. دينا ناخد صنف مثلا معين. اول من مغزن. الى مغزن واحد. وبعد كده آآ آآ على آآ آآ الانزال البيانات ديت. فبتنزل لي بيانات الصنف ده اوتوماتيك. الكمية الموجودة في ايه في المغزن رقم واحد اللي انا حددته ده. آآ ولو اخترت مخزن تاني آآ وفي كمية تانية بتضاف كل الكميات. وبتظهر لي هنا اجمالي الكمية الموجودة لهذا الصنف في كل المخازن. بعد كده الوحدة القياس بتاعته عدد. وتوصل تكلفة الوحدة الواحدة من هذا الصنف. والمخزن اللي احنا بنعمل عليه التسوية مكتوب الرقم واحدة. بعد كده هنا بضيف الزيادة او النقص في الكمية. آآ اللي انا عايز آآ عمل لها تسوية لان انا هنا مختار نوع التسوية تعديل الكمية. فبكتب هنا بقيمة الموجبة. لو انا عايز ازود الكمية فبكتب مثلا هنا خمسة بقيمة موجبة. اما لو عايز اناقص الكمية عمل تسوية بنقص الكمية فبدخل آآ سالب شعرة السالب قبل الرقم. فيبقى مواحس خمسة او سالب خمسة فهتقل هنا الكمية بتاعة الصنف. طيب في حال ان انا آآ مش عايز اشتغل على صنف معين. او خلينا الاول ناخد الجزء بتاعة التكلفة نوضحه. طيب ازا انا هعمل على الصنف ده آآ تسوية تكلفة مش كمية. فهختار هنا نوع التسوية. تعديل التكلفة. هنلاقي عندنا هنا الحقل الخاص بيه. آآ آآ النسبة ده اتفاعل. وكمان المتغير يتم توزيعها النسبة لكل الاصناف المعروضة مفاعل. هنا بدخل نسبة التعديل في التكلفة. يعني هقول مثلا نسبة التعديل آآ عشرة في المية. ده في حالة ان انا عندي كذا صنف. وعايز اوزع عليهم هذه النسبة. فبفعل المتغير يتم توزيع هذه النسبة على كل الاصناف المعروضة. فهنا السيستم هيوزع لي النسبة دي على كل الاصناف الموجودة عندي آآ في القيمة تحت. علشان آآ آآ يعمل عليها تشوية. اما لو انا مش عايز اعمل آآ نسبة شاملة لكل الاصناف والزعر عليهم فانا باجي قدام كل صنف. في حقل النسبة هنا وابدأ اكتب نسبة التعديل آآ بتاعته قد ايه? واول ما آآ دست تاب. فقال لي هنا ان متوسط التكلفة الجديد. يعني انا دست هنا التعديل التكلفة عشرة في المية. فهو التكلفة القديمة متوسط التكلفة اللي دي كان ميت جنيه. لما عدلتها بنسبة عشرة في المية بموجب عشرة في المية. فزود لي عشرة في المية من المية يبقى مية وعشرة جنيه على آآ دي دي تكلفة جديدة. اما لو عايز اقلل التكلفة فحط قبلها آآ آآ علامة مينوس. فهنا خلى لي ان متوسط التكلفة الجديد خمسة وتسعين جنيه بدل ميت جنيه لاننا اللي التهى بنسبة خمسة في المية. دي ببساطة شديدة فكرة التعديل التكلفة او تعديل الكمية. خدنا ازاي نشتغل على آآ الاصناف حسب الاختيار. طيب انا ممكن اشتغل الاصناف يدوي. وهنا انا هبدأ ادخل الاصناف في الخنات او الحقول الخاصة بهذه القايمة بان انا بقف في خانة رقم الصنف وبادوس اف تسعة وابدأ اختار صنف صنف في هذه القايمة علشان اعمل عليهم تعديل. يبقى آآ عندنا بعض المتغيرات الموجودة في الشاشة زي آآ متغيرات بس دي بتكون مفاعلة فقط في حالة الاختيارات الآلية. لو حسب الاختيار الآلي. فهنا. هنلاقي هنا عندنا آآ آآ انزال الكميات من الجرد بتفعيل المتغير دوت. يبقى انا هنا هنزل الكميات آآ آآ الموجودة في الجرود آآ السابقة في حالة انا اعمل آآ جرود او نوضع على انزال البيانات بتنزل للاصناف الموجودة في الجرد السابق وبتنزل آآ في الحقول بتاعة القايمة التحت وابدأ اشتغل عليهم بطريقة اما تعديل تكلفة او تعديل الكمية زي ما شوفنا. وفي حالة انا عايز اشتغل تعديل آآ مثلا لي صرف كميات التلفة. او بفعل متغير صرف الكميات التلفة. وده هياخد لي البيانات اللي احنا دخلناها في شاشة البيانات الاصناف التلفة وينزلها لي في القايمة عندي تحت فزي ما احنا شايفين هنا نزل لي وقال لي الكمية آآ خمسمية الموجودة في المخزن رقم واحد. ومتوسط تكلفة الواحد متين جنيه. والكمية اللي احنا دخلناها تلفة في الشاشة الخاصة ببيانات الاصناف التلفة كانت خمستاشر قطعة. فهو هنا حطي لي ناقص خمستاشر بتعديل الكمية لان انا اعمل تعديل الكمية. اما لو اخترت تعديل تكلفة. فهنا بدخل رقم الصنف وبدأ اعمل عليه تعديل التكلفة بالنسبة زي ما شوفنا. دي ببساطة شديدة آآ طريقة عمل الشاشة مع صرف الكميات التلفة. بعد كده عندنا عندنا انزال الكميات من الجرد الشهري. هنا السيستم هياخد كميات الجرود الشهرية وممكن انزل اكتر من جرد على يعني اكتر من بيان لاكتر من جرد في نفس آآ التسوية البغزانية الوحدة. واخيرا عندنا متغير تصفير الاصناف الغير آآ مجرودة. فالاصناف اللي محصلهاش عملية جرد آآ هيبدأ يحط لها قيم صفر آآ آآ بدون آآ آآ اي آآ قيمة آآ او سعر آآ آآ اسف قيمة او التكلفة بتاعتها. وكده انتهت آآ المحاضرة بتاعتنا النهاردة. تمانيات هي تكون كانت محاضرة سهلة. وطبعا تمانيات ليكم بالتوفيق. الى انا اراكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله رب العالمين. ما تنسوش تتابقونا على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.